بعض من الفتاوى وزي روحنا اتكلمنا بقى على جانب الفتاوى والفتاوى الالكترونية وبما انا حذك ذكرت الحج والعمرة بقى يعني الناس دايما في شهر الرمضان وفي هذه الشهور رجب وشعبان الناس بتبقى حريصا هي تروح تؤدي العمرة في ظل ظروف اقتصادية ربما تكون صعبة على بعض الاسر هل الاولى انه ناس تطلع عمرة للمقتدر ولا ان هما يتصدقوا بهذه الامر والله انا اقدر اعمل الاتنين اعملوا طبعا بس ما فيش مشكلة يعني انا اقدر اعمل عمرة وفيه يعني الناس تشتاقوا الى العمرة وتشتاقوا الى زيارة سيدنا وصول الله صلى الله عليه وسلم فما عندناش مانع من ده اللي يقدر يعمل ده ويقدر يعمل ده ما فيش مشكلة لكن انا واحد قديت الفرائض وقديت الحج والحمد لله اكرمني الله عز وجل مثلا واعتمرت مرة واثنين وثلاثة ومعايا مبلغ من المال وعندي يعني فقراء يحتاجون الى هذا المال من غيره هما هيهلكوا انا اه بقدي الزكاية وبقدي الفرائض اللي علي وما فيش مشكلة طيب رحت حجيت واعتمرت تاني بالفلوس دي هو مش حرام مش حرام طبعا لكن ده ماله ده يكون خلاف الاولى احنا عندنا الاولى الاولويات يعني من احياها فكأنما احيا الناس جميع وده حصل كتير يعني حصل في تاريخنا يعني حصل ان كان بعض السلف رايح يحجه وتلقى برضو اسرة فقيرة فتبرع بكل امواله ورجع ايه اللي حصل كان زميله اللي موجودين اللي راحوا حجه قالوا كنا شايفينه معانا بيطوفوا وشايفينه معانا بيسعر وشايفينه معانا فحجة كمان احنا عندنا احنا عندنا امور كتيرة جدا وطاعات كتيرة جدا بنغفل عنها في نظير ان احنا نحافظ على بعض الامور التانية اللي ممكن يبقى طاعة صغيرة احنا مش عارفينها تبلغنا الى درجة ومرتبة عند الله عز وجل لا نستطيع النص الاله الا بقى زي الصدقة وزي الطعام الطعام ويعني جبر خواطر الناس يعني الفقراء الذين لا مأوى لهم وبالذات الحالة والظروف اللي بنحياها في هذه الايام لا نحتاج الى التكافل نحتاج الى التصدق نحتاج الى ان يحمل الغني الفقير هل يا شيخ محمد هياخذ ثواب الصدقة وثواب الحجة والعمرة اه طبعا هياخذ الكنين والله عز وجل اكرم من هذا ويعطيه ازيق طيب من ضمن الزكاة وهو يجعل الحسن الوحدة عشر الى سبعمائة ضعف الحسن الوحدة ترجمة نانسي قنقر